اشتركوا في القناة ما هو حكم الدين في المرأة التي تدع صورها على السوشيال ميديا المرأة المتزوجة بتشارك زوجها في حياته وممكن تكون بتشتغل زيه في حق الكد والسعية ايه رأيه فيه؟ احنا سمعنا عنه لكن ما نعرفت التفاصيل ايه رأيه في حق الكد والسعية؟ انا كلاعب كيك بوكسنج القانون بتاع اللعبة بتاعتي بيحكم علي هي ان انا لازم العب بشورت بسه بيكون مفيش ملابس من فوق فكده بيكون اسفل الرجبة او اعلى الرجبة باين وبرضه عند من جزعي كله فوق حتى سورتي بيكون باين ده قانون اللعبة بتاعتي وانا اللعبة بتاعتي دي يعني تعتبر شغلي فهل ده حرام شرعا ولا علشان هي شغلي فما نضطره؟ جواز المسيار هل هو حلال ولا حرام والفرق ما بين جواز المسيار وجواز المتعة يعني طبعا الكلام ده انطرشة كتير اوي الفترة دي فانا عايز اعرف اذا كان ده حلال ولا حرام والفرق ما بينهم خلوني الاول ارحب بضفنا العزيز مولانا فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر منوارنا مولانا بارك الله فيكم واحسن الله اليكم والتحية واجبة لمتابعين ومشاهدين واسرة البرنامج الموقرة بقى زملاء الاعزاء مفرغين الاسئلة فانا قلت والله ممكن ما كنتش سمعت حلو فقلت ام معه دقرة تاني في سؤالين بالنسباني والله اعلم يعني اغرب من بعض السفر لدولة اوروبية حلال ولا حرام؟ علامة تعجب شديدة لاعب الكيت بوكسنج اللي بيقول انا بالعب بالشرطة بس فهو ده صح ولا غلط وحلال ولا حرام وشرعي ولا مش شرعي انا حتى في الفاصل قلت لفضلتك هو الناس بتفكر في الامور الظاهرية دي اكتر مما ينبغي ولا من اللي غلطان ده متنمش غلطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبعه ده وبعد اولا هؤلاء الناس يعذرون لان جرت عملية تصطيح للعقول وتغييب للاصول والثوابت والقطعيات للدين الحق منذ يعني عقود قريبة الى حد ما فالمجتمع انغمس في ثقافة الثياب والشعور يعني الثياب تقصير السوب تطويل السوب الاسبال ما الاسبال للرجال النقاب ما النقاب للنساء حتى الحجاب واخد مش تغطية شعر رأس المرأة فقط لا ده برضو زادوا ان لابد من الطرحة او الخمار يتجاوز الى منتصف جسد المرأة دي ثقافة الثياب ثقافة الشعور اللي هو طول اللحية عرض اللحية بالنسبة للنساء هل تأخذ الشعر الزائد من الحاجب ام لا وهذا كله عمل عوار في الفهم للمسلمين وده اللي يستدعي فعلا تسريع وتيرة تجديد الخطاب الديني لان اولا رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم حضرتك لما المسلم يربى على معالي الامور وعلى مقاصد النص وليس على مجرد حرفية النص ستختفي مثل هذه الافكار والمفاهيم فبسرعة في عجالة بالنسبة للاخر اللي بيسأل انه يسافر لدولة يعني غير عربية او غير اسلامية في نظره هل هذا حلل او حرام شيء غريب وعجيب جدا لانه احنا لسنا طائفيين ولا عنصريين ولكن هقولك لها جزور ان السلفية في فتوى منصوبة لبعض الشاخين في موطن النشأة قالوا لا تجوز السفر الى بلاد الكفار هكذا قال السلفية مع ان هم هيتعالجوا هناك وبيتعاملوا مع جميع منتجات الحضارة التي صنعت في البلاد غير الاسلامية فالناس بعت الكلام ده من سبعنات القرن الماضي ان لا تجوز الاقامة مع ان طلاب موطن النشأة بيتعلموا في امريكا واوروبا فضي قضية غريبة الشكل اللي بيسأل برضو على الشرط اللي هو لغاية الركبة هو معروف ان عورة الرجل من السر الى الركبة من السر الى الركبة ومن لطف الله انه جعل جسد الرجل في مجماله ليس فتناتا عكس جسد الانسة ولذلك الانسة جسدها كله يصطر معدى الوجه والكفين انما الرجل العورة من السر الى الركبة اللي بيجي برضو بيسأل على زواج المسيار زواج المسيار يعني هي استحدث وظهر في غير مصر يعني يجي راجل يتزوج بسكرتيرا يتزوج بامرأة قد يكون فيه يعني وجود اركان عقد الزواج لكن لا يوجد عدل بينه وبين زوجته الاولى او لا يوجد اشهار واعلان بالقدر الكافي في محل اقامته وقد يكون زواجا مشروطا و بالتالي يفتقر الى الغرض الرئيسي لقيمة الجوائز كمؤسسة بالضبط احسنت هو زواج المسيار يعني يتقابلان مثلا في مطعم يتقابلان في اوتيل ثم يقضيان الوطر او العلاقة الحميمية وينصرف كل الى مكانه او مغدعه لكن لما نقرى الاية في سلط الروم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم ودة ورحمة ان في ذلك الايات اللي يتفكرون فزواج المسيار بدعة مستحدثة نريد ان تطهر المجتمع المسلم من زواج المسيار طبعا يتطهر من زواج المتعة عند اخوتنا الشيعة لان هذا فيه مهانة جدا للمرأة وللأسرة المسلمة زواج المتعة خطر ويتنافى مع القرآن والسنة زواج المسيار يتنافى مع المقصود الاعظم من الزواج وللأسف يعني هذه الامور بعيدة كل البعدة عن روح فقه الاسرة في الاسلام طيب انا ساذنا مولانا نطلع لفاصل هنرجع بعض الفاصل نستكمل بقى اللي كنا بنكره في المرأة اللي فاتت وثيقة نجران ودي حاجة مهمة جدا استأذنكم نروح للفاصل نرجع بعض الفاصل مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة واستاذ فقه المقارن بجامعة الازهر وفي حديث عن وثيقة نجران طيب هو سؤال في السريع أسأل المولانا دكتور رحمد كريمة على مسألة وثيقة نجران التي أحب أن أطلق عليها دايما وثيقة نجران مش صلح نجران لأنه لم تكن هناك الخصومة وثيقة نجران قادم وفد من رأساء مسيحية نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على ساكنة صلى الله عليه وسلم وسألوا عن الإسلام لكن لم يسلموا المهم أن الرسول السلام سمح لهم أن يقيموا مدة الضيافة في المسجد في المسجد ودي كان لها أبعاد حلو وبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم صلاة الصبح استأزنوا أن يصلوا صلاتهم فأزن لهم المهم أنهم لم يسلموا وأردوا الانصراف فالرسول السلام أرسل معهم قوة تحرسهم إلى آخر حدود يثرب المدينة فهم قبل المغادرة قالوا لرسول السلام اكتب لنا عهدا فجاء وأمر بكتابة هذا العهد وأشهد عليك نصيحة أبا سوفيان وغيره المهم اللي في الوسيخة إيه بقى أيوة أن لنصار نجران الأبرشية والكنيسة والصليب وسائر مستلزمات شعيرهم الديني الله اثنين لا تكره فتاة نصرانية على التزوج بمسلم إلا إذا رضي أهلها الله ثلاثة إذا احتاجت صومع أو بيع أو كنيسة إلى مرمى فعلى المسلمين أن يرمموها من بيت مال المسلمين يا سلام يسمح لهم بشعائرهم بدون أي بخس أو أي ظلم هذه الوسيقة في قمة حقوق الإنسان كان من المفروض أنها تدرس في كلية الحقوق طبعا كان من المفروض مع وسيقة أخرى عامة للمسلمين ولغير المسلمين هبقى أنا أعرض لها اللي هي صحيفة أو دستور أو وصيقة المدينة 54 مدة للتسامح وحقوق الإنسان كإنسان دي بقى أنا أعرض لها يوم الاتنين كده أرجو أن هذه الوسائق في تجديد الخطاب الديني تقدم في المؤسسات التعليمية والإعلامية والدعوية والرعوية لنقدم جواهر ونفائس الإسلام صحيح أنا أشكرك جدا 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 مولانا أوجزت ولكن أفت كمجرة العادة كل شكر لك مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر تخلص الحلقة لحد كده لكن انتظرونا بعد دقايق كريم رمزي صديقي وزميل العزيز وبرنامج رقم 10 ولديه النهاردة حلقة خاصة صوالات وجوالات وتحليل شديد التمييز كمجرة العادة لواقعنا الكروي والرياضي وبروح كريم الجميلة وجاذبيته الرياضية والإعلامية المعروفة أما إحنا إذا كان لنا العمر بكرة بقى إحنا اللي عندنا الحلقة الخاصة أخد بالك إزاي؟ هتعرف نصيحة الوجه الله استننا بكرة سلامات